خبر حلو بالسنة اظنه احنا محتاجين نفهم بقى ايه اسبابه ونحاول قدر الان كانبه ده لازم نفهم ويفضل جدا يعني ان الخبر هم اللي يبدأوا يشرحوا لنا للكلام ده ايه هو البورسة المصرية اغلاقت مؤشرات البورسة هو خبر حلو اغلاقت مؤشرات البورسة المصرية تعاملات جلسة النهاردة النهاردة على ايه بقى ارتفاع جماعي للمؤشرات طيب الارتفاع ده مدفوع بايه عمليات شراء من قبل مستثمرين واجانب فيبقى رأس مال السوقي بيربح حوالي 14.7 من 10 اي 14 مليار و700 مليون جنيه حلو كده طيب هل بس الخبر حلو بسبب الرقم اقول لك لا انه فيه ارباح يعني اقول لك لا ده فيه تاني فيه انه هو اغلق عند مستوى المؤشر اغلق عند مستوى كام ألف قاسف 13 ألف وتسعة فاصل تمانية واربعين نقطة دي الاعلى من يوم 27 فبراير عشرين عشرين ايه اللي انا بقعد افكر فيه بقى هنا ده اللي هحاول انا يمكن مش بس النهاردة لأ ده النهاردة وبكرة ها قعد اعمل كم تليفونات قدر الامكان افهم ايه السر وهل ده معناه انه ما هو قادم تحديدا جوه البورصة المصرية فنقدر نعتبر انا مش عايز اقول كده من دلوقتي لما نبقى نفهم هي بشرة صارة للمستثمرين في البورصة طيب ولما الاسهم بتغلق على مستوى عالي ولما بتحصل مجادشرة كبيرة مصريين واجانب معناه ايه خبالك انت لما بتشتري ده معناه ان فيه موسوقية في هذه الاسهم ولما بتشتري طب هتقول ليه موسوقية ده معناه هقولك ده معناه انه بعض الاسهم قد تظل في حالة ارتفاع مستمر وهو السهم بيزيد ليه اصلا يعني انت لازم تقعد تبقى فاهم يعني ايه السهم يزيد السهم يزيد يعني الشركة صاحبة او مالكة السهم المطروح قوايمها مبشرة قوايمها سليمة اداءها مبشر كشركة كمنشأة كمنظومة فلما يحصل انه ارتفاع جماعي ده معناه ان فيه اقبال على شراء الاسهم في مصر سؤال بقى هو فيه حد بيشتري حاجة وحشة خسرانة بايزة بلا مستقبل هيشتري ليه ما ده معناها انه بيغامر بفلوسه لا اهو مش بيغامر هو لو انه حد بيشتري سهم مفترض انه بايز والشركات بايزة والاقتصاد منهار وما الى ذلك يبقى انا اخسر لا محالة طب ولما اعمل اقبال اي حصل اقبال جماعي على الشراء واقبال مصري واجنبي ده معنى ايه انه الاداء جيد جدا مش هقولك يا سيدي ممتاز طب الاداء جيد حتى وده معنى انه الاداء سوف يستمر في جودته لفترة ما ايه هي ده اللي انا حاول اعرف لكم من هنا لحد ما نتقابل بكرة لو كان لنا العمر